السلام عليكم أهلا بكم في حلقة جديدة مع أسامة حلقة سريعة لأن الواحد بصراحة مش قادر يرتاح ويا رب من ارتاح نفضل كده دايما في أفراح يعني كنت في استوديو تحليلي أربع ساعات ونصف على الهوى في إزاعة القرارة الكبرى مباراة الآلي وبرمج والآلي وتوجب في طولة السوبر مفيش نوم ومفيش راحة نروح نعمل حلقة الحمد لله رب العالمين بنشكر حضراتكم جدا على التفاعل مع حلقة الآلي خط أحمر حتى نغيب نغيب نرجع نلاقي التفاعل بالشكل ده ده أفضل كبيرة جدا من ربنا علينا وأيضا أفضل بعد ربنا صحة العالمين جماهيرين الآلي اللي تفاعلت مع الحلقة تفاعل بالنسبة لنا مسبوك ولكن الحقيقة على رأسنا دايما أي تفاعل بيحصل مع أي حلقة لنا حتى لو كان البعض تجاوز وتطاول وأساء الأدب ولمح ولقح وعمل حاجات كثيرة جدا وهو بيتفرج على الحلقة لاير شكرا جدا شكرا جدا لكم أنتوا أثبتت لنا أن الآلي خط أحمر مش بس بيخلي جماهير النادي الآلي تشاهد قناة النادي الآلي لايف لا ده جماهير وإعلام الأندية المنافسة أصبحوا بينتظروا حلقة الآلي خط أحمر عشان يشوفوها لايف عشان يعلقوا من خلال تويتات وبستات وإهنات وتجاوزات مسامحين في كل الإهنات والتجاوزات لأن احنا أكبر بكتير من هنا ننظر للأليلين قوي اللي آخرهم يكلوا بالألم على الهوى في مشهد احنا كنا بنعترض عليه ولكن واضح جدا أن تصرفاتهم بعد ذلك أثبتت أن المشهد ده كان لابد أن يكون مع هذا الشخص لكن خلونا في الأفراح خلونا في البطولات في سوبر جديد الزمالك بيفلت من مباجهة النادي الآلي والتفوق للنادي الآلي في قرة القدم والتفوق الفني ومحاولة التفاف حوالين شخصين وشخص مسؤول معزول ميدو طبعا وحزمام اللي كان لهم نصيب كبير جدا معنا في القطة احمر والمعزول بحكم محكمة القضايا الإداري مرتضى منصور اللي النهاردة مديرة الشباب وردأ بترسل خطاب آخر لنادي الزمالك أو بالأمس بتأكد فين يا جماعة الطعن اللي حضرتكم قدنتوه لا يوقف التنفيذ لا يحضر مرتضى منصور أي جلسة من جلسات مجلس الدارة وليس له أي قرار ولا أي توقيع مقبول لأن فيه قرار بحكم محكمة أن يتم العزل ومنتظرين تحدده مين القائم على رئيس القائم بعمال رئيس نادي الزمالك وهو هتقوله ميدو ميدو بره المجلس اللي حابتقول من أعضاء من جوة المجلس أمين السندوق اللي هو الكابتن خالي اللطيف طبعا صاحب الوصف الشهير ما بين أمير مرتضى منصور وأحمد مرتضى منصور سبحان الله هيبه هو القائم بعمال رئيس نادي الزمالك باللوايح والقوانين لكن خلونا نرجع لسوبر اليد وبطمنكم الأول علي زيني الحمد لله التشخيص المبدأي بيقول إصابة في السمانة الواحد يعني زعل وتعب نفسيا مع اللقطة وبدأت دماغه تروح لأفكار سودوية كتير جدا وإصابات كتير جدا وبدأنا نفكر يا جماعة هو فيه إيه؟ هو فيه إيه أن نجوم كرة اليد ونجوم كرة القدم اللي بيكون متولقين أوي بيحصل لهم إصابات كده ليه؟ حميه دي يجي يديك بطولة فييجي على طول يحصل له وقع وحشة جدا ويتصاب رباط صليبي والنهاردة كان حميد وفوكس كانوا موجودين وقت استلام المدليات المركز الأول النهاردة علي زيني تفشل صفقاء مفاوضات ومفاوضات مفاوضات من أجل استعارته فلما يتم استعارته يجي يقدم مباراة كبيرة جدا فيتم إصابته بالشكل ده يعني ألف سلامة على علي زيني وإن شاء الله تكون الإصابة بسيطة وإن شاء الله التشخيص المبدأي يكون هو التشخيص النهاي إصابة بسيطة في السمانة إن شاء الله رب العالمين فيكون النادي الأهلي بطل سوبر جديد سوبر في كرة القدم وسوبر أيضا في كرة اليد اللي ما قدرش نادي الزمالك يفلت أو يهرب من مواجهة النادي الأهلي لأن مش عشان مفيش كهربة في كرة اليد لأن عشان الزمالك كان عنده إحساس أنه هو اللعبة دي بتاعته الملعب ده بتاعي حتى لو أنا خسرت دوري أمام النادي الأهلي لسه ده ملعبي حتى لو أنا خسرت كاس أمام النادي الأهلي لسه وارد ده ملعبي فييجي امام النادي الاهلي في ملعبه وفي ملعبه في صالة النادي الاهلي وايضا ملعبه السنادي في كرة اليد النادي الاهلي بيحقق مش بس تلت سوبر في تاريخه ولا بيصعد لكأس العام لديها العام التاني على التوالي لا النادي الاهلي بيحقق البطولة التالتة الموسم ده على حساب الزمالك مواجهة مباشرة دوري كاس سوبر افريقي وبإذن الله ابطالي قوس ايضا تكون من نصيب النادي الاهلي النادي الاهلي بيعيش أجواء سوبر والزعل اللي حصل لنا في كرة الطائرة لعبتنا برضو المفضلة قدر كرة اليد ورجالة كرة اليد وديفيد المدير الفني اللي بنكها تنادي الأهلي أنا جاي أكون رقم واحد أين كان اللعيبة اللي معايا أين كان الغيابات أين كان الإصابات أنا مش هقدر أعرف الرقم واحد فالحقيقة شكرا لمجلس إدارة تنادي الأهلي شكرا للمستاذ العامل فاروق وخالد مرتدي تحديدا شكرا للدينامو الحقيقة الدينامو الكابتن خالد عودي اللي ربنا بيكرمه على قد تعب وبيكرمنا معاه بالسعادة اللي بتحصل فالعب الصلاة اللي هو بيكلمني اللي هو بيجيب المدير الفني أنا فاكر قوي فاكر أول مكالمة قال لي خلاص أنا عملت أقصى مالذف إن أنا نجيب المدير الفني الكفء ده أنا لو في حاجة حصلت بعد كده لأننا حقق يعني تفوق ونحقق بطولات هيبقى في حاجة أنا مش فاهمها يعني هتبقى فيه مشكلة أنا مش فاهمها لأن المدير الفني ده من أكفأ المديرين الفنيين وبالفعل أثبت المدير الفني إنه من أكفأ المديرين الفنيين ولسه الفريق ده محتاج كتير ولسه الفريق ده محتاج خبرات بيكتسبها بطولة وربطولة ولكن على الأقل انت قسرت إيد الزمالك قسرت التفوق المعناوي نادي الزمالك قسرت السنادي التفوق الرقم حتى نادي الزمالك في كرة اليد دي كان ممكن نادي الزمالك يلحق نفسه من بطول الدوري وكاس انه يفوز بالسوبر ويسعد كاس عن الاندية ويفوز بكاس الابطال الافريقية او كاس الكوس الافريقية ولكن انت جيت حرامته من ده انت حات عليه تلات انتصارات في اربع مجات مبروك لرجالة كرة اليد فرد فرد مبروك للجهاز الفني للعبين لمجلس الدارة بالقاسة الكابتن محمود الخطيب ودايما يا رب ايام النادي الاهلي كلها سوبر وبقرر شوق تاني وتالت ورابع لتفاعلكم الدائم مع ما نقدمه سواء انا بقدمه هنا على اليوتيوب او ما نقدمه سويا انا مفارس على الاهلي في قناة الاهلي وبرنامج الاهلي خطة احمر او ما اقدمه في الراديو بشكركم جدا 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 ودائم افضلكم علي بفضل الله ويا رب دايما اكون عند الحصن ظن حضراتكم نروح لجزء تاني وخطاب تاني الا وهو نادي برمز بقول لك انقذنا كرة القلب المصرية طب بصوا بقى نادي برمز ما كانش في البداية متحمس قوي الفكرة اللعب وهو راجع من جنوب افريقيا ولكن وكان منتظر ان نادي الزمالك لا يعتذر ولا ينسحه اتقاله في خطاب رسمي نادي الزمالك اعتذر وانسحه فبدأ يفكر اول لما بدأ يظهر في الافق ان نادي فيوتشار مستعد للخوض هذه المباراة ولما تقول فيوتشار لازم تعرف ان الالأ هيركب نادي برمز وملاكه ومسئوليه فلا احنا مستعدين طب نادي برمز انقذ كرة القدم المصرية بالعكس نادي برمز هو او غيره كان هيجي هيقدم المباراة امام النادي الاهلي زي ما قلنا الاهلي هو الحدث الاهلي هو السوبر الاهلي هو صانع الحدث فسواء اللون كان ابيض اللون كان ازرق اللون كان اخضر اللون كان اسود اي لون هيتحطه امام اللون الاصلي لكرة القدم المصرية اللون الاحمر هو كان هيجي خلاص السوبر قائم قائم ده الموضوع باختصار شديد فما فيش حد هينقذ قرة القدم المصرية ولا هينقذ موقف السوبر الا النادي الاهلي عارف امتى تحس ان السوبر فعلا مش هيقدر اي حد ينقذ موقفه لو النادي الاهلي هو اللي انسحب لو النادي الاهلي هو اللي قال انا مش لعب لان الحقيقة لو النادي الاهلي في اي بطولة قال انا مش لعب البطولة بتفقد قيمتها ده كلام مش مرسل ده كلام حقيقي والنادي الاهلي كان بيتم محاولة ان هو اغراءه بالبطولات العربية وحاولت ان رحته تماما وتعالى العب بس في الاخر كده ولكن النادي الاهلي موقفه كان واضح من البطولات العربية فانا اسف جدا انت ما انقصتش السوبر والحاجة انت استفدت نصف مليون دولار انت استفدت يعني قيمة تسوقية لم تكن تحلم بالحصول عليها انك انت اتواجه النادي الاهلي في نهاية بطولة بالشكل ده في ارض الامارات العربية الشقيقة بالتأكيد كل ده اضافة ليك وانا قلتها مبارع في الاهلي قط احمر محظوظين منافسين النادي الاهلي برغم اكتساح النادي الاهلي البطولات محظوظين لان لما اسم اي منافس يتحط جنب اسم النادي الاهلي اسم المنافس ده بيزيد وبينور وقيمته التسوقية بتزيد هو ده النادي الاهلي وهو ده قيمة النادي الاهلي ولكن عايز تقدم خطاب لتأجيل مباراتك من حقك تماما لكن دون بقى فكرة اصلا احنا انقذنا السوبر وانقذنا مش عارف ايه وانقذنا سمع تقول والكلام الكبير ده اللي هو جير حقيق وانتو عارفين ان هو جير حقيق اما موقف اتحاد كرة في القدم المصري من نادي برامدز ومبارات تأجيل اسماعيل وهو بانطال وضوح رد في خطاب ان هو رافض تأجيل هذه المباراة نروح لنقطة تانية مهمة جدا متعلقة بالسوبر والتناول الاعلامي للازمات والمشكلات وانا هروح لعتاب يعني واضح جدا لصديق الاعلامي الاستاذ هاني هتحوط استاذ هاني هتحوط صديقي طبعا وده لا يفسد للود قضايا عشان بس الناس ما تفكرش ان القصة داخلين في خلافات ما فيش اي خلافات على المستوى الشخصي الخلافات على مستوى الاراء ووجهات النظر وده لا يفسد للود قضايا على الاطلاق وفيش حد بالنسبة لي اهم من فكرة النادي الاهلي لما يكون من وجهة نظري شايف كاهلاوي ان لابد من يكون هنا في توضيح لنقطة زميلي طبعا هاني هتحوط جاب لقطة المبراء الاشهر في الاعلام الرياضي المصري حاليا مش لقطة التتويج يعني هو لقطة بتاعة الشناو علي معلول والشيبي وبدأ يشير ان اللقطة دي حصل زيها في الدورة الانجليزي في مبورات منشستر يونيتد وكان كاسيميرو استحق الترد فيها ولكن الرد اتى فورا من الكابتن وجيه احمد في نفس الحلقة الخبيل التحكيمي ورئيس لجنة حكام السابق وانا ما عنديش مشكلة ان اي اعلام يتمنى اي وجهة نظر ولكن في ما هو متعلق بالاخطاء التحكمية حتى وجهات النظر امام الاخطاء التحكمية خلص في خبير تحكيمي جاي يتكلم طب هل في خبير تحكيمي قال ان علي معلول كان يستحق الترد مقارنة بكاسيميرو ولا خبير تحكيمي قالها هل تقنية الفيديو اللي كانت موجودة استداد حكم المباراة ولا اي استدعاء الكابتن وجيه احمد مع الزميل هاني هتحوط في نفس الحلقة في نفس البرنامج قال له بوضوح ان انذار للشناوي وانذار لعلي معلول طبعا هاني هتحوط يشوف ان الشناوي كان يستحق الترد ولكن للامانة الوحيد اللي قال ان الشناوي يستحق الترد هو الكابتن سمير عصمان فقط لغيره ولكن جميع خبيرات التحكمية اللي قدلوا بدلوهم في اللقطة دي قالوا انذار علي معلول انذار محمد الشناوي واللقطة مختلفة تماما عن لقطة كاسيميرو والمشهد بقى بشكل عام ده اللي بيحصل في كل المباريات اللي بيبقى فيها حسية شديدة جدا وبتحصل وحصل صدرات الارجنتين وهولندا وحصل اشد من كده بكتير وزق ودفع وضرب وسقوط لاعبين ولا اي قرار اداري والموضوع امر مرور الكرام والدنيا عادية جدا لان هذه لعبة كرة قدم يا جماعة اما ان يكون في اختلاف من وجهة نظر زميل هاني على ان علي جبر حصل اختلاف على طرده من عدمه لا انا بقول لك راجع كل خورات تحكم الجميع اتفق بلا استثناء ان علي جبر يستحق الطرد في ديئة 32 اما وجهة نظره في ان محمد شريف لقطته فيها برضو اختلاف طرد ولا انذار بقول لك راجع كل اراءة خبراءة تحكم وهات كل اراءة خبراءة تحكم وشوفها هتلاقي مفيش واحد بس من اراءة خبراءة تحكم او رأي من اراءة خبراءة تحكم قال ان محمد شريف يستحق الطرد كرة مروان يمكن تستحق انذار وده اللي قاله جهاد جريشا ايضا مع زميل هاني في البرنامج لكن الاختلافات الواضحة كانت على ركلة جزاء حسين الشحاء دي اللي نقدر نقول عليها اختلافات الركلة الجزاء اللي اتحسبت للنادي الاهلي واحد فقط لغير اللي بعت رسالة لميدو وقال له دي مش ركلة جزاء وهو كلا تنبرج لكن ما دون ازالك كل خبراءة تحكم اجمع على ان كرة كهرباء هي ركلة جزاء واضحة وصحيحة واتقب اي حد لها بكرة قدم اعرف ان دي ركلة جزاء واضحة وصحيحة دي كانت رسالة بس او الصلاة لزميلي هانا عالحوت والله اكبر يعني مبروك النادي الاهلي فوزوا بالسوبر ونشوفكم على خير سلام